أكثر من عشرة آلاف دنوم صدرت من أراضي قرية دومة جنوب شرق نابلس التي تتعرض لتداءات مستمرة كان آخرها هدم غرفة زراعية وبوابة لمنع المواطنين من التواجد فوق أراضيهم كبل بجزء 6 شهر أو سنة اجوا برضو جرافوها بفقي الكطعة هاي مباشرة بكت في غرفة زراعية وعجبوا أول مرة يعني جرافو الزتون جميعا خلعوه وطبعا جينا كبل شهر هنا والحمد لله جبنا الزتون وزرعنا طبعا من 6 شهر هم يبعثونا اختارات مرة أثرية ومرة عسكرية وكل مرة في حجة قوات الاحتلال كانت قد أخطرت العديد من المواطنين بهدم منازلهم وبركسات زراعية لمنع التواجد في تلك الأراضي حتى يتسنى الاحتلال ومستوطنيه مصادرتها طبعا هاي ميشي الإجراء الأول هذا الإجراء الثالث أول مرة قاموا بهدم السلاسل الحجرية وباكتلاع الأشجار اللوزيات وأشجار الزيتون قامت كوة من جيش الاحتلال الإسرائيلية بمرافقة الإدارة المدنية وجرافها من الاحتلال العسكري قامت بهدم البواب الرئيسية لهذه المزرعة وقرفان متنكل غرفة زراعية عبارة عن غرفة زراعية بقعد فيها هذا المواطن أثناء الحر وأثناء البرد هاي المناطق حرمها جميع الرعي كحنا كمزارعين وانا عندنا إشي يعني اليوم كمزارعين قاعدين نصرف من جابنا على الغنم نسكر جميع الطبيعة المناطق الرعوية معنى هنا نوصل لها بتحديد السلاح وممنوع من هون ويجيل الجيش أو الشرطة بيزمونا على بنيمين بيخالفونا بيعملنا نطلع في كفالة يعني كل اللي بدنا ننتجه من الغنم بدنا نطلع في كفالة من الشرطة إجراءات الاحتلال ومستوطنيه متصاعدة بحق الأراضي الزراعية في هذه البلدة التي تتعرض لتداءات مستمرة ومتواصلة منذ عدة سنوات بغرض ملاحقة المزارعين وكسر صمودهم لا يمر يوم هنا إلا وتقوم قوات الاهتاء بأعمال الدهم والتفتيش والهدم وهذه إجراءات احتلالية هدفها من المواطن الفلسطيني من التواجد فوق أرضه من بلدة دومة خليل أبو عرب تلفزيون فلسطين